لو لك كنت أباءً يا رب أو فاسقًا أو شقياً والمرء من غير دينٍ يا رب لم يسوى في الكون شيئًا يا رب والمرء من غير دينٍ يا رب لم يسوى في الكون شيئًا يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته واستسلم كل شيء لقدرته وذل كل شيء لعزته وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم في حلقةٍ جديدة من عقيدتنا تكلمنا في الحلقات السابقة عن أدلة الإيمان بالله سبحانه وتعالى هناك دليلٌ آخر يفيد كتاب الله سبحانه وتعالى بالكلام عنه وهو دليل التعجيز دليل العبوبية دليل الألوهية فالله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه بأنه الخالق لكل شيء ويتكلم عن نفسه بأنه بكل شيء عليم ويتكلم عن نفسه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري يتكلم عن نفسه بأنه خالق السماوات والأرض يتكلم عن نفسه بأنه قادر على كل شيء سبحانه وتعالى ثم يتحدى سائر المخلوقات وهذا أسلوب التعجيز أسلوب التحدي من الله سبحانه وتعالى أسلوب التعجيز للإنسان للذين يعبدون من دون الله ماذا خلقتم؟ ماذا أوجدتم؟ ما هو علمكم؟ ما هي قدرتكم؟ فالله يتكلم عن نفسه وعن خلقه للأشياء ثم يتحدى الذين يشعكون مع الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بمثل ما أتى به ربنا سبحانه وتعالى فلذلك لغة عبوبية التي تأتي من علوم أن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن المخلوقات وأنه يحيط بها علما ويتكلم عن المخلوقات أنه أوجدها وأنه هو الذي بدأ الخلق وهو يعيده هذا دليل التعجيز هذا دليل التحدي ومن أعظم الأدلة التحدي لأن فيه إثبات وفيه برهان فيه إثبات من خلال الخلق وفيه تعجيز لأنهم لا يستطيعون أو لا يستطيعون أن يأتوا بمثل ما أتى به الإله سبحانه وتعالى القرآن استعمل هذا الأسلوب بالكلام عن علم الله سبحانه وتعالى وعن قدرته وعن خلقه للأشياء وعن خلقه للمخلوقات فالله سبحانه وتعالى يتحدى المخلوقات بكل ذلك لذلك قال سبحانه وتعالى نبئوني بعلم إن كنتم صادقين فيتكلم سبحانه وتعالى أنه علم آدم الأسماء كلها وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي علم المخلوقات والذين يعبدون من دون الله ماذا عندهم من العلم؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي كلمات الله سبحانه وتعالى علم الله الإنسان يجتهد في هذه الدنيا في حياته ويكتسب العلم ماذا حصل من العلم كلما ازداد علما ازداد جهلا كيف يزداد جهلا لأن هناك معلومات كثيرة لم يطلع عليها في آخر اللحظة يودع الحياة يجد نفسه ماذا أخذ من العلم أي إنسان بأي مستوى لا نتكلم عن إنسان عادي أي إنسان مهما بلغ منزلة من العلم يشعر بعجزه في جوانب العلم يشعر بالمساحات الواسعة لجهله فالله سبحانه وتعالى هو العالم هو العليم وهو بكل شيء عليم وهو عليم بذات الصدوع وهو عليم بحقائق الأشياء سبحانه وتعالى فما أخذه الإنسان كما قال سيدنا الخضر لسيدنا موسى عليه السلام ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما أنقص هذا العصفور ما أخذه بمنقاره من البحر نظر فوجد عصفور يشرب من البحر يأخذ ماذا أخذ فقال علمي وعلمك يتكلم هذا الخضر لنبي الله سبحانه وتعالى موسى فيقول علمي وعلمك أمام علم الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئاً فهو قليل لذلك تصديقاً لقوله سبحانه وتعالى وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا أشياء كثيرة الإنسان لم يطل عليها لأن الله سبحانه وتعالى لم يطلعه عليها مهما اجتهد لن يصل إليها قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضداً الله سبحانه وتعالى لم يطلع الإنسان وهذا جلال الربوبية والألوهية وهذا هو الخالق سبحانه وتعالى وهذه صفاته أنه بكل شيء عليم فالمخلوقات ماذا أحاطوا وعلى أي شيء اطلعوا من علم الله سبحانه وتعالى حصلوا العلم ولكن هذا من علم الله سبحانه وتعالى الذي علم به المخلوقات من أسلوب التعجيز في كتاب الله سبحانه وتعالى بداية الخلق بدأ الله سبحانه وتعالى الخلق من لا شيء ليس هناك مادة اليوم إذا أراد الإنسان أن يصنع شيئا يحتاج لمادة أولية الله سبحانه وتعالى بدأ خلق الإنسان من لا شيء من عدم لم يكن شيئا هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ لم يكن شيئا مذكورا ثم خلقه الله سبحانه وتعالى وهذا هو الإعجاز الرباني وهذا خلق الله سبحانه وتعالى أنه خلق من لا شيء خلق آدم من طين ثم خلق ذريته من سلالة من ماء مهين ونوع الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات وهذا أسلوب محجز يدل على كمال القدرة الإلهية يدل على كمال الخلق على أن الله سبحانه وتعالى خلق فأبدع ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم خلق آدم وابتدأه من لا شيء لا أب ولا أم ثم خلق حواء من ظلع آدم ثم خلق عيسى من أم ولا أب ثم خلق الإنسان من ذكر ومن أنثى الله سبحانه وتعالى يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون عندما غالى النصارى في المسيح عليه السلام وقالوا بأنه رب وأنه ثالث ثلاثة وأنه يحاسب الناس فوصفوه بيصفات ربوبية قالوا لأنه خلق من أم لأنه لم يخلق كما هو سائر البشر المخلوقات من ذكر ومن أنثى ليس له أب فقالوا إن الله سبحانه وتعالى هو أبوه تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك لذلك جاء القرآن فبين إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم آدم أبلغ في الإعجاز وفي الدهشة إذا أردنا أن نتكلم لأن عيسى خلق في بطن مريم العثراء خلقه الله سبحانه وتعالى رسولا نبيا في بطن مريم العثراء أما سيدنا آدم فيخلق من لا أب ولا أم وهذا أبلغ في بيان قدرة الله سبحانه وتعالى وهذا أبلغ في الدهشة ودليل على قدرة الله سبحانه وتعالى التي يتحدى المخلوقات بها الله سبحانه وتعالى جعل سنن في الكون ويتحدى الخلق أن يغير بهذه السنن لذلك كان يجري الله سبحانه وتعالى المعجز في تغيير سنته وهو الذي يغير إن الله يأتي بالشمس من المشرق آية من آيات الله سبحانه وتعالى كان ممكن تخرج الشمس من أي مكان ولكن الله سبحانه وتعالى أجراها من المشرق هو قادر سبحانه وتعالى أن يخرجها من المغرب لذلك جاء في علامات يوم القيامة أنها تخرج من المغرب هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى وتعجيز للبشر إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فتحدي من ربنا سبحانه وتعالى لأنه هو الذي وضع هذا القانون وهو الذي يتحدى المخلوقات سيدنا إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعهن سعيا ثم ادعهن يأتينك سعيا ثم ادعهن يأتينك سعيا الله سبحانه وتعالى يخاطبه إبراهيم كيف تحيي الموتى كيف أحياء الموتى قال أو لم تؤمن هذا إعجاز من الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض بعد موتها ويحيي الإنسان ويبعثه بعد أن يموت وهو الذي بدأ الخلق فالذي بدأ الخلق هو الذي يعيده سيدنا إبراهيم عليه السلام يسأل ربهم سؤال الطمأنينة وليس سؤال الشك فهو لا يشك بقدرة الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يطمئن قلبه بقدرة الله سبحانه وتعالى فالله أجرى أمام عينه آية من هذه الآية خذ أربعة من الطيور متنوعة فصرهن إليك تذبح ثم تعجن ثم تخلط هذه الحيوانات هذه الطيور ثم توزع على الجبال كل جبل عليه جزء ثم دعوهن يأتينك سعيا الله سبحانه وتعالى بقدرته تعجيزه للمخلوقات لا يستطيع البشر أن يفعل ذلك وإنما هو من قدرة الله سبحانه وتعالى بعد أن اختلطت عظامها ولحمها وغيشها اختلطت وعجنت ثم وضعت ووزعت فالله سبحانه وتعالى يدعوها فتأتي سعيا تأتي من جديد فتعود الحياة فيها هاتى تعجيز من الله سبحانه وتعالى للمخلوقات أنهم لا لن يستطيع أحد أن يخلق شيئا ولا يستطيع وإنما هو من قدرة الله سبحانه وتعالى فالخلق من خصائص عبوبية ولن يستطيع الإنسان مهما تقدم العلم مهما تطور وكانت هناك أجهزة تقدمت هذه الأجهزة لن يستطيع الإنسان أن يخلق لن يخلق ليس إنسانا فحسب ولو ذبابة لن يستطيع أن يخلق حشرة صغيرة وإنما الخالق هذا هو الله سبحانه وتعالى تفرد بالمخلوقات لذلك القرآن يتكلم بما يعجز الناس ويتحدى الناس بذلك يا أيها الناس ضل بمثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب هذه المخلوقات التي تعبدونها ماذا يمكن أن تقدم؟ هل تخلق؟ هل ترزق؟ هل تعطي؟ هل تبدأ الخلق؟ هل تعيد الخلق؟ إذن هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى هذه المخلوقات لن تستطيع أن تخلق ذبابا ولو اجتمعوا له لو الآن كل الناس اجتمعوا على ذلك لأن لا يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا هذا المخلوق لننظر إلي على أنه مخلوق بسيط لا يستطيع الإنسان أن يخلقه ولو اجتمعت كل قدرات البشر على ذلك لأن الله هو الذي يبعث الروح والنفس في هذه المخلوقات والله هو الذي يعطيها الحركة والخلق والتكوين وهذه الصفات فهذا تفرد لربنا سبحانه وتعالى الخالق ثم يقول سبحانه وتعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات والأرض أم آتيناهم كتابا فهم على بيينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غروعا الله سبحانه وتعالى يقول هؤلاء الشركاء لماذا تختموه شركاء من دون الله يجعل شريك من دون الله يعبده يتقرب إليه طيب ماذا يقدم لك ماذا خلقوا الله خلق كل شيء الله الذي خلق السماوات والأرض هؤلاء هذه المخلوقات ماذا خلقوا للإنسان وماذا قدموا وهل يستطيع أي مخلوق من المخلوقات أو من هذه الآلهة التي تزعمون أنها آلهة وتتقربون إليها هل خلقوا شيئا هل قدموا شيئا هذا تحدي آخر من الله سبحانه وتعالى فهو يتكلم عن خلقه للأشياء وهو يتحدهم أن يأتوا بشيء خلقوه هذا من أعظم أنواع التحدي من ربنا سبحانه وتعالى وهو بيان للناس بيان لهم أن الناس مهما اجتمعوا لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابه فمهما اجتمع الناس لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابه بعض الناس يتكلم اليوم يقول العلم تطوع أصبح عندنا ما يسمى الاستنساخ هل الاستنساخ خلق الاستنساخ ليس فيه شيء من الخلق أصلا الاستنساخ هو أخذ خلية ثم أخذ بويضة فأخذ النواة من الخلية وتفريغ البويضة ووضع هذه النواة في الخلية من أين الخلية ومن أين البويضة ومن أين هذه الحياة التي فيها هل استطاع أحد في المعمل في المصنع في العلم أن يخلق الحياة هم يحاولون أن يأخذوا من خلق الله سبحانه وتعالى الحياة أن يأخذوا هذه النواة فيضعها في خلق من خلق الله سبحانه وتعالى ثم الله سبحانه وتعالى يجري سنته في الخلق فيخلق هذا الشيء فإذا ليس في الاستنساخ أي خلق لأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى قضية الأجل الأجل الذي قدره الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد والله سبحانه وتعالى يتحدى المخلوقات ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ولا يستقدمون فهو الذي يجري سبحانه وتعالى الأجل إذا جاء أجل الإنسان من يستطيع أن يدفع عن الإنسان الموت من يستطيع أن يدافع عنه أن يؤجله ولول لحظة ولول ساعة فهذا أجل الله سبحانه وتعالى الذي قضاه على المخلوقات فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأجال فكتاب الله سبحانه وتعالى يفيض بهذه الأدلة التي فيها تعجيز للمخلوقات وأنهم لن يستطيعوا أن يقدموا شيئا أو أن يخلقوا شيئا لأن الخلق ولأن الآجال ولأن الأرزاق كلها بتقدير من الله سبحانه وتعالى اللهم تقبل منا إنك أنت السميع المجيب والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو لك كنت أباء يا رب أو فاسقا أو شقيا والمرء من غير دين يا رب لم يسوى في الكون شيئا يا رب والمرء من غير دين يا رب لم يسوى في الكون شيئا يا رب يا رب